السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 23 كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير جميعا رمضان مبارك والعام تبقى الف خير يا رب الله يعيننا جميعا على الصيام والقيام بتقبل من الطعاة اليوم ان شاء الله حنشرح لمحاضرة الثالثة او هي خلينا نحكي اخر محاضرة نختم فيها مراجعة لمادة البيولوجيا لان انا بعتبر اول ثلاث محاضرات عبارة فعليا عن المراجعة مع شوية معلومات زيادة فان شاء الله نبلش اليوم بهاي المحاضرة هي سهلة خفيفة لطيفك المعتادة يعني ومش هنطول فيها برضو هاي اكيد عن جد ما هنطول فيها بسم الله نبدأ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب في البداية لنحكي عن اشي الكروموسومات اصلا احنا بنعرف يعني هات كله مراجعة زي ما حكينا الاول شغل انه قبل لنحكي عن السلساكل كله تكون المحاضرة اصلا عن السلساكل عن شوية ادوية اللي بتشتغل على هذا الموضوع بنحكي اصلا اشي الاساسي الترمي الاساسي هو الكروموسوم تمام فاللكروموسومات احنا بنعرفها اصلا من البداية هو عبارة عن شو عبارة عن شو هي عبارة عن كوندنشن اف كروماتين انا عندي اثنين من الكروماتين اللي هو انتو تو ثريد لايك عن زي خيطين فعليا هادول الكروماتين مع بعضهم يرتبطوا مع بعض بالمنتصف بنقطة بقطة بنحكي لها سنترومير هاد الاشي المكون الثنائيات أو الثنتين من الكروماتين يعطيني إيش؟ يعطيني هذا الكروموسوم تمام تمام بيجو بيعملوا هدول الكروماتين joint at a point أو يعني خلينا نحكي أوتا كونستركشن يعني هي قطعة ضيقة خلينا نحكي بتنصف آآ اللي اثنين بنحكي لها إيش السنترومير تمام تمام كونسيستنك هاي السيستم السنترومير أصلا من بروتين كومبليكس كولت كاينتكور يعني أصلا من السنترومير أصلا مكونة من ايش الكاين التكور رح نحكي كمان شوي اصلا ايش وظيفتهم او ايش الاساسي اللي كنا بيعملوا الكاين التكور تمام تمام هذا الكونتنسيشن اللي حم نحكي عنه بيحدث اصلا بداية الميتوسس رح نحكي عنها كمان شوي لنهار رح نحكي عن الميتوسس في اي مرة حانا بالزبط في البروفيتس هذا كلام مقدم بشكل عام بس عشان نعرف نفرق ما بين الكرومسوم والكروماتيد والكروماتين اللي هون طبعا في فيديو عشان اذا حابين تفرقوا ولكن هم نعرف الكروماتين هو هاي النتيجة النهائية تمام اللي هي اصلا مكونة من توسستر كروماتيد بيكونوا جوينتوغاثر في منطقة منتوسطة بنحكي لها سنترومير اذا اجتماع اجتماع او اتحاد اثنين من الكروماتين مع بعضهم بنحكي لها الكروماتين الكروماتين هم نحكي اللي هي عبارة عن انكوندنس من الدي اي اللي هو بيكون عندنا البروتينات وشريطة الدي اناي بيكون نلافف حوالي الدي اناي بيكون نلافف حوالي البروتينات بنحكي لها الكروماتين واخدنا في المحاضرة السابقة انواع وما الى ذلك تمام؟ هيك بنكون فرقنا بين الثلاثة بشكل رئيسي الان خليها نحكي عن اشي مختلف شوي نحكي عن هذا البروتينات اللي عنا هون في البداية اول شغلة هنا عندي خلايا سوماتكسل وبعرف انو انا عندي اللي هي السكسل تمام؟ فانا عندي هذول الخلايا الجسدية طبعا انا بنتبهم على هذا البرقراف من واحد لثلاثة وعشرين اذا ملاحف فانا بنتبهم على حسب الطول يعنا مبلش من واحد اطول اشيو بنتهي بثلاثة وعشرين وهي اقصر اشي تمام؟ تمام؟ كم زوج عندي عندي ثلاثة وعشرين زوج يعني انا كل زوج اثنين ثلاثة وعشرين في اثنين فانا عندي محصلة عدد الكروموسومات في جسم الانسان تتة واربعين كروموسوم انا من واحد لثلاثن وعشرين شو بحكي لهم؟ الخلايا التي هي نون سيكس كروموسومة عموما التي هي الجسدية الجزء الأخير أو الجوز الأخير الثالث بير الذي يكون لدينا سيكس كروموسومة أيما يكون اكس بي ميل أو بيكون اكس وي بيكون ميل تمام تمام طبعا واحد الاثلاثين بيكونوا هم ولا قص ممتشابهين تماما تقريبا ايدنتيكال بيكونوا لأنهم نفس الست اف جيل يعني واحد اصلا الاب واحد من الانفة بيكون لدينا نفس الست اف جيل فهو من واحد الاثلاثين وعشرين بنحكي لهم اوتوصوم وبنحكي لهم اصلا همولوكس انهم متشابهين مع بعض البعض تمام تمام الثلاثة وعشرين الزوج الثلاثة وعشرين اللي هو الزوج السيكس كروموسومة حال انا ما بحكي لها همولوكس لان اكس بي اكيد مش همولوكس تمام تمام الاجسد طبعا من هاد الباريغراف ونجد طلح وان كل زوج فعليا او كل مجموعة انا يتم توريثها من الانبعنت يعني واحد من ثلاثة وعشرين من الاب وهي معلومة صف تاسع اتوقع بيوقع هاي الامور اوكي هلأ في عنا نوعين من الخلايا في جسم الانسان في عنا القاميت وفي عنا الصوماتيكسل هلأ القاميت بنحكي لها هبلويد لشان تكونها من ثلاثة وعشرين كروموسوم فقط يعني اصلا هي ثلاثة وعشرين كروموسوم ما في عندهم بعض سمام عندهم ثلاثة وعشرين كروموسوم نحكي لها لهيك هبلويد اعطيني مثال عليها موجود عنا في الانثة اللي هي طبعا الماتشور اوصايت احنا نحكي لها ماتشور اوصايت وفي الميرز بيكون عنا سبير متوزوال اللي هي السبيرمس هذول بنحكي لهم قاميث وطبعا القاميث ما بتدخل السلسيكل يعني هي قصة هبلويد ايش بدي ادخل فيها على سلسيكل ما بتدخل على ميتوسيس خلينا كنتم يعني ثير دقيقين في الجملة على الميتوسيس انه هي ستة واربين كروموسوم ثلاثة وعشرين زوج ونحكي لها ديبولويد انه هي ايش؟ عبارة عن زوج يعني ثنائيات وهايا تدخل على الميتوسيس لانه اي اوك 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 طيب نحكي عن السلسيكل هلا السلسيكل بشكل عام انا بحكي انه هي عبارة عن مرحلة او يعني كونها سايكل ففي اشي عما له بيدور يعني نرجع لنفس النقطة فالسلسيكل عموما هي عبارة ايشو اكثر من الوقت اثروج the cell passes in order to move from mitosis to the next يعني علشان الخليف فعليا تلفه الدور يعني تدخل من mitosis للثانية لازم تمر بهاي السايكل طيب هاي السايكل ايش بتحتوي على تنتين او يعني خلينا نحكي two main faces اول واحد الانترفيز والانترفيز مجملة او معنية بالpreparing ل mitosis والخليق والثانية طبعا هي mitosis وانا عندي تنتين من ال faces في السل سايكل ان الانترفيز هي الاولى والثانية هي mitosis الميتosis ان انا عمل انقسام ويكون عندي خلية واحدة بطلعت انتين طيب ما قبل الميتosis انا بحاجة احضر لهذا الموضوع فمين اللي بيعملي preparing اللي هي مرحلة الانترفيز تمام؟ فانا عندي هون هون عنا الانترفيز وهون بصراع عنا الميتosis تمام هذول هنا المرحلتين طبعا نلاحظ ان الانترفيز بتاخذ الوقت الاطول يعني مقارنة في الميتosis اللي بتاخذ وقت قصير جدا يعني طيب نحكي عن اول واحدة which is interface هلأ من نحكي ان الانترفيز اللي هي اللي استيجي ان انا بحضر سلة prepares or self force division عادة سكي نحنا بنطلع طلعها نفس الشر خلية بتتجهز حالها بترتب حالها ان والله هسا بنتقسم عنا mythosis انا عندي ثلاث مراحل في الانترفيز يعني اذا انا اقول الشي فصلت انه سلة cycle عبارة عن مرحلتين انترفيز و mythosis طيب الانترفيز نفسه بروح بقسمها ثلاث مراحل المرحلة الاولى هي الدنيا 1 او بحكي لها gap 1 او growth phase 1 هذه المرحلة بين مين و مين جايما بين الميتوسز و S phase يعني الصور هون كيثيرا انا هنا عندي الميتوسز وين هون عندي ال G1 هون عندي ال S phase انا ال G1 لو أراه من بهم تقع ما بين الميتوسز ومن بين ال S phase تبقى ما بين الميتوسيس وأما بين الأسفاذ لأن الخلية تكون من الميتوسيس لأخر فهي عبارة عن سايكل متتابعة وراء بعض بتكون دورة إذاً نكمل هون حديثنا بتكون عنا الجيون اللي هي بتكون جاية ما بين الميتوسيس والأسفاذ إيش وظيفة أو إيش الأشياء رئيسية في الجيون أول شغلة هي ذا المغرصة الشغلة الثانية مستقيمة هي أطول وحدة بس ما فيها وقت معين أنا ألزم مكفيفة وشوي متنوعة من ناحية الطول الشغل الثاني بيكون فيها بصير خلالها Active RNA and Protein Sinophysis بصير فيها تصنيع البروتينات والRNA ولكن ما عم بصنيع الDNA يعني ما في DNA Sinophysis يعني أنا ما بخربط بحكي G1 هي Sinophysis آه بس البروتينات اللي أنا هحتاجها في الـ Division مش الDNA نفسها Replication ما بتصير فيها تمام الوحيد اللي بتصير فيها DNA Replication هي مين الـ S-Phase تمام الـ S-Phase اللي هي DNA Sinophysis أو Replication اللي بصير فيها طبعا أكيد تقع ما بين G1 و G2 أنا عندي G1 بعدها عندي S-Phase بعدها عندي HG2 بعدها عندي Mithosis وتلف الدور الـ Cycle هيك تمام؟ تمام هلا في الـ S-Phase شو بدي يصير بدي يصير عني شغلتين رئيسيات الـ DNA يا ربليكيش رح يصير عني تضاعف في مادة الـ DNA عشان أنا فيما بعد بتصير عني الميتosis أو لما يطلع عندي تو سنجل أو خلينا نحكي تو دوترسل حيكونوا أصلا جيات من هاي النسخة من هاي النسخة الأصلية يعني هي هاي الـ Big Boss هاي اللي هاي اللي كبيرة اللي هتعطيني وحدة من هون وحدة من هون صغار هون دوترسل وحدة هون دوترسل الثانية اوكي اوكي كمان بيجنين of duplication of Centrosome ايش هو السنترسوم لو نتذكر Centrosome not Centromere هاي السنترومير اللي هي القطعة المنصفة يعني القطعة اللي تربط ما بين التو كروماتيد السنترسوم السنترسوم هاد الاشي الجزائي اللي بيكون عند النواة يعني وبيكون متكون السنترسوم الواحد من تنتين من السنترسوم انا في كل خلية عندها واحد سنترسوم تمام تمام فأنا عشان انا لازم كل خلية بيكون فيها سنترسوم معناتها قبل لا يبدأ الميتوس لازم يكون عندي في الخلية الكبيرة او الخلية بنحكي لها البيرنسل اللي بيصير فيها الدعني لازم صرع عندي دبليكيشن لسنترسوم ويصير عندي بدني الواحد اثنين ليش الاثنين عشان لما يقسم واحد بروح لهاي الخلية واحد بروح لهاي الخلية فالمحصلة في هاي المرحلة كم سنترسوم عندي ؟ بعين سنترسوم لدي بيكون عندي كم سنترسوم يعني كان عندي действительно بالأور بأصدق هاي المرحلة هي الاقصر صراحة وب هاي المرحلة gonna have您 لهذه الخلية الحسم يكبر الحجمات لإطلاعها بالدنية لا يعني الهجائب ثلاثة صل يمكنك الحساس أكبر خليةhoe يمكنك ان نقسم الخليتين يمكنه Turn Blhm حساسة بارنت سل لان هي حطليعلي بالاخر ايش تو دوتر سلس اوكي اوكي متفقين ان شاء الله هلا نحكي عن الميتوسيز تمام نحكي عن الميتوسيز الان خلينا نطلع على الرسمة هون ونستنبض منها معظم الاشياء ونتبه نروح على الشرح او نروح على الكلام من اذا ما فيه اشياء اشي ما حكينا الان نطلع نتذكر ان الميتوسيز كان عبارة عن اختصار لثلاث احرف تمام او اربع احرف تبيونس بي ما تمام برو فيز ميتافيز انا فيز تيلو فيز اوكي هدول اربع مراحل في بي ما البروفيز الاولى اللي يضم نجهز العملية فعليه للدفجن تبعنا اوال شغلة يلاحظ هون انا مش شايفة نيوكليز يعني هون مثلا في التيلو فيز لو الاحظها النيوكليز مبينة وواضحة وظاهرة يعني كثير واضحة بس هون انا النيوكليز مش مش مبينة فهي اول شغلة نيوكليز بالتالي النيوكليز اللي حواليها برضو رح يروح معها بسابير محا ولا حنحكي كيف تصير بالضبط الشغلة الثانية لو بدي ألاحظ هنا انه أنا الكروموسوم تبعهم هي الكروموسوم تبعتي بلقش تتفك عن بعضها لبعضها بيكون انقندست فعليا عشان حكينا ان نيوكراس بدها بتروح نيوكراس تروح والدناي عفواً بتبلش بصير انقندست عشان ينفصل عن بعض والبعض هاي أول شغلة السنتروسوم اللي حكينا عنها فوق قبل شوي مش عارفين حكينا عنها هي السنتروسوم هون مصرعنا pelVE باخذ قطعتين او ستداعنا بما این سنتروسوم بس مع الاسفث بصراعنا 2 سنتروسوم عشان كل تروح في كل خلية أعني كل خلية ناتجة من الدواترسس بتكون م Strategic Syntonderisوم هنا من H3C هنا من H3C صحياتسم ال 하 competing اللي حياتبوال ال去 وهون ترحها هون حكنا عنه جملة بس راحة نسيت ولا حكنا عنه المهم هدول الكانيناتكور بد يكون هون فعليا هاي في مرحلة البروفيت طيب في مرحلة الميطافيز مرحلة الاستفاف فعليا طبعا هاي الصورة في الامتحان حيكون في جزء عندكم في المادة النظرية وفي جزء عندكم في امتحان اللابات هلا اي صورة في التفريق هاي مش مطلوب منكم في الامتحان مش انهم مطلوبة يعني ما تحفظوهم إلا إذا كانت الصورة موجودة في اللاب حيث لدينا單 إنصبů إننا هناك فائز أسفاف في المتصف ونحرك أنه في مرة الأكويز يكون لدينا الإكواتورية الذي يُقص في المنتصف صوتا ألاحظ هنا أيضا أن تربط الايكروыв shcher من المرةices والذي ي Spring ويربطوه مع الكاين عشان كل واحدة بتسحب الكروماتيد لجهتها تبعيدها اوكي في مرحلة الأنفذ انا عندي هون انا ببليش مرحلة السبريشن كل واحدة بدأتروح في جهة اوكي اوكي هون بلاحظ ان فعليا صار عندي السبريشن تمام مطفقين المرحلة الاخيرة مرحلة انه بصراعي تكون النواب بالتالي تكون النواب بدي يرجع عكس البروفيس تماما يعني لو بدي اعجي احكي انه كلمة واحدة عن البروفيس واحدة عكس التانية يعني لو انا بحفظها ماكروتوبير وبلاحظ هون اختفت تماما يعني خلاص ما في ماكروتوبير يا دوب انا شايف اصلا ايش منها بقياها يعني وبصراع لناء ايش اللي كليفش في الرو اللي هي صياتوكينيسيس اذا بتذكر بنمرة الماضي الصياتوكينيسيس في المحاضرة السابقة كنا بنحكي انه انه هي وظيفة اللي هي pros llevar العلل من الاكتم الاكتم فيلمنت سمام المايكرو المايكرو فيلمنت انسيت صراحة اسم المايكروتوبير من الانترميديات فيلمنت اللي هي الاسم الثاني اللي هي الاكتن في المنسما اللي هي من وظائفها السايتو كاينيسيز اللي هي بتعمل الكليبش فروفاء تقسم لي وتخصر لي زي بيجيب لي حزامك بتفصل لنا تفصل لثنتين عن بعض بصل عنا خليتين بيكون روترسلز بيكونوا متشابهات الخلية الأصلية أوكي مطبقين على هذا الكلام الآن نيجو نحكي عن أشياء ما حكناها المايوسيز هي عملية أو جزء أو is a type of cell division لأنه السل ديفيجن عندنا مايوسيز عندنا مايوسيز المايوسيز ما حيكون مغطى في هاي المحاضرة أصلاً مش مطلوب مننا هاد الشي بيحدث في الاسوماتيك سيلز بس ما بيحدث في القاميس نحكينا القاميس أصلاً 23 كرمسوم شو بدي أقسم فيهم شو بدي أنصف بيهم لأنصف فما بتصنع لنا ما بتحدث في القاميس جس في الاسوماتيك سيلز يعني هدول التنتين اللي طالعات بيكونوا متطابقات للأصلية أصلاً تمام هدول متطابقات للأصلية أوكي ام البرنت سيل مين حكينا عنها البنت سيل اللي بتكون طالعة من الأسفايز اللي أصلاً صار فيها الديانيار بليكاشن وكل إشي تمام اللي هيدا تبلكات الكرموسوم من الأسفايز ار درايب ايكوالي بتوين تو دوتر سلز طيب أنا عندي أروع مراحل المرحلة الأولى اللي هي البروفيز البروفيز أول شغلة حينها نيكليولاس حكينا عن ديسابير البركاتيات الكروماتين إز كوندنس انتو كروموسوم يعني أنا الكروماتينات اللي بتكون عنا علا عنا الكروماتينات بتصير مرتبة على شكل كروموسوم يعني تو سيستر كروماتيز جوين تو قذر بسطع عنا إيش هذا الكروموسوم وبعرف بكنول الكروموسوم يتكون من اتنين من الصينستر الكروماتيز طيب السنترصوم نركز انه سنترصوم مش سنترومير اللي هي الجزء اللي يا ربط لي تو سيستر كروماتيز تو قذر أنا عندي السنترصوم اللي هي فعليا بروح لي علي الـ opposite açık يعني كل واحد بروح لي على الـ opposite يعني واحد بيرح لي هون واحد بيرح لي هون هاي السنترسون فعلياً ارجونايز مايكروتوبيولز عشان توضح لي عفواني تشكل لي الميتوتك سبايندل اللي حيرطبط مع مين؟ مع الكاينتوكول عشان بيعمل لي بوشنج يعني او بول اووي ذا الماكروماتيد لكل واحد لجهة اوكي؟ متفقين ان شاء الله طيب هاي المرحلة الاولى او حكينا عن النيوكلس حكينا عن الكروماتيد تتصف على شكل الكروموسومات بعدها عنا النيوكلر انفيلوب لانه لما النيوكلس اختفي اكيد بيختفي معها النواة بس ما اشي خلينا نفصل هاي النقطة اكتر كونه احنا نعرف معلومة عنها اللي هاده اشي كيف بصير؟ كيف يختفي هذا النيوكلر انفيلوب؟ احنا مش حكينا في المرة السابقة انه النيوكلر انفيلوب يتكون من غشاءين واحد خارجي واحد داخلي طولة يرسعبون طبقتين الخارجي بيكون مرتبط بعده اللي هي عنا الرف اندوبلازمي كريسيكيولا والداخلي بيكون مرتبط مع مين من الجهة الداخلية مع طبقة اسمها اسمها لامنا بروبرية تمام؟ اسمها نيوكلر لامنا عقوان ليش لامنا بروبرية هذيك في مكان ثاني؟ المهم النيوكلر لامنا تكون هي اشي مكونة مينش مكونة من اللامنز تماع مكونة من اللامنز اللي هو اللهم صلو وسلم بارك يا سيدنا محمد المحاضر الماضي أخذنا اللامنز اللي هو مثال على الانترميديات في لمنت تمام؟ الانترميديات في المنطس مثال عليه اللامينز واحد من الـ-sub unit المكونين يعني من واحد من الـ sub unit اللي هو اللامينز اللي بيكون داخل في النوكليات عشان يشكل من؟ النيوكليار لامينة. والنيوكليار لامينة أصلاً شو بستفيد منها؟ انها بتعملي stabilizing للإنر نوكليار ميمبراين. تثبتلي هاد الجهة الداخلية من او اللاير الداخلية من الـ Envelope نوكليار ميمبراين. تمام تمام؟ اذا هاي اللامينة اللي انا باعرفها او المهم هذا الكينيز بيضيف الفسفور على الأشياء تمام؟ الفسفرة أو عملية الفسفرة بكلها إما بتعمل يعني في استنوعين الاستجابة للفسفرة إما بصر عنا اكتيفاشن لهذا الأشي أو اكتيفاشن له تمام؟ فبصر عنا للمينز فسفوريوريشن من خلال كينيز هذا الكينيز اسمه إيش؟ سايكلين ديبندينت كينيز لأنه سايكلين معتمد على الكينيز أتوقع أنتو منذكرينه من البيولوجيا حسنا اللي بصر في هاي المرحلة لما صر عنا تسفوريوريشن لهذه اللاميز بصر عنا تسمي لكل طبقة النيكولر لامينة والنيكولر لامينة أصلا هي اللي بتحميلي فعليا أو خلينا نحكي بتثبت الستبيلايزن لهذا الانير النيكولر ميبران لما بيخرب الانير حيخرب كل الانفيلوب وهيك رح يتهابى و بيسقط هذا الانفيلوب كامل أوكي ما شو بيروح بس وين بيروح يعني فعليا؟ لا هو بيروح بظل ديبندسل يعني بالآخر بيكون ديسبريس انتو ديسبريس انتو ديسبريس انتو ديسبريس انتو بلازنكم برين بسيكال بروح شكل الفيسيكالز اللي احنا بنعرفها وخلص وديسبير بيختفي بط المحاط في النواة من جوه هاي هي بشكل عام كيف بيختفي النيكولر انفيلوب هلا مهم نحفظ كل مرحلة هادا اكيد هيجي سؤال هون كل مرحلة ايش المين كاتيكوريز او الاشياء الرئيسية اللي بيصير فيها نيكولرس ديسبير الكروماتين بيصير لدينا شكله زي الكروموسومات والنيكولر انفيلوب بيختفي نتذكر حكينا انه البروفيس عكسها تماما تلفاز يعني بدي ارجع لتحت هون شوية تلفاز حننلاقي عكس الاشياء هايكا تماما اوكي نيجي نحكي عن المتافيز المتافيز which is M is for midline لانه فعليين الاشياء بتنطط يعني تصطف في المنتصف اوكي تماما انا ما عرف نركانيكورز اللي اصلا بيكون موجودات هون اللي كدد ادسة سنتروميرز يكون موجودات ضمن السنتروميرز اللي هي سنتروميرز مش سنترسوم هون سنتروميرز الطبقة اللي بتكون يعني او قطع اللي بتكون في منتصف الكروماتين اللي بتربط باللكروماتين الثاني هاي الكانيكور رح تربطوا بشو التاشتو the microtubule of the mitotic spindle يعني انا هون فعليا عندي يعني لنفترض انه عندي خلاص نجحون لنفترض انه عندي هذا الكروماتيد وهذا عنده السنترومير عفو هون السنترومير عليها الكانيكور انا هون عنده السنترومير السنترومير عم بتطليع لي خيوط مغزلية كثير من هون فواحد منهم رح يفير نطبط معها هذا الارتباط رح يملي ايش رح يخليهم بطول معين كلياتهم عشان نظلهم كلهم صفين بنفس الاتجاء وكلهم صفين في الميد لاين كلياتهم فبنلاحظ انه كلياتهم مش نصط طول اكيد يعني ولكن في طول معين عشان كلهم يكونوا مصفين في المنتصف اوكي اوكي هاي الميتوتيكس ميندل ايش وظيفتها انها بتعملي الرانج در الكروميسوم at the equatorial line of the cell يعني بالمنتصف في خط المنتصف بالضبط لانا عندي خلية بدي اجي انصفها بالضبط هون في المنتصف كلهم حييجي او عندي خلية هاي الخلية انا بدأ اجي يكون كل شيء في المنتصف فيها مشان اعرف انصفها لابد يكون الكروميسومات يكون كلهم مصطفين في المنتصف هاي هي الميتا فيز راح يتضبط مع مين مع الميتوتيكس ميندل الميتوتيكس ميندل نفسه راح يقولوا الرانج ميندل الخط الاستوائي الخط المنتصف اللي بتكم اياه الأنافذ هي المرحلة الثالثة حكينا P معت الأنافذ مرحلة أنه يبقى كل واحدة تروح بجهة خلاص هنا الخصام يصير اللي هي فعلين away towards separate pools كل واحدة تروح ببول هون واحدة تروح لهون بولدتتتتر كروماتيد away from each other to opposite pools أنا بيكون كل واحدة هون منتبطات هاي بتروح بهاي الجهة هاي بتروح لي بهاي الجهة كل واحدة بتروح لي بجهة مخالفة كل واحدة بتروح بجهة مخالفة تمام؟ تمام في هاي المرحلة now each other chromatid is considered a chromosome بذكر الفصل الماضي كنا كتير بنحكي انه هلا هي لما تكون في الأنافذ بحكي لها chromosome ولا بكون في التيري فاز بنحكي لها chromosome الدكتوريتكم معتمدة انه في الميتافذ او في الأنافذ عفواً بتكون انا بقدر لحكي لـ sister chromatid انه لما يصير لهم separation خلاص هاي chromosomeات تمام؟ نجم في هاي المرحلة طيب separation of chromatid اصلا كيف بصير اول شغلة بتكون عنا في المايكروتيبيول المايكروتيبيول الأساسية الموتوري بروتونز المحركات البروتونية اللي إلها هي اللي بتعملي shortening للمايكروتيبيول وتجيب لي كل واحدة بيجيها و changes in the length of microtubules يعني بدي أرجح هون على الصورة هاي انه انا هون شوفوا كيف كان طول المايكروتيبيول طبعا هاي كان يتكور مايكروتيبيول برتبط مع المايكروتيبيول لانه عندنا نوعين اذا بنتذكر من البيولوجي انه في عندنا مايكروتيبيول بتكون كينات تكور مايكروتيبيول اللي هنم ما بيرتبطوا فعليا اوكي الفكرة انه هادا الطول اللي هون مش نفس هادا الطول اللي هون ومش نفس اللي هون هون اصلا شبه يختفوا اصلا تمام فانا عندك change في المايكروتيبيول كثير مهم في هاي العملية والشغلة الثانية لبروتينات اكيد برضو مهمة فاللي بيساهم في عملية separation في مرحلة الانافيس هم شغلتين المايكروتيبيول موتر بروتينات دائما دائما شغالة في هاي الحياة الشغلة الثانية change in the length of the microtipure كل واحدة لما يقصر عندي فبترجع الاصل تبحها هون بيحكيلك بشكل عام انه اصلا الاصل تغير في طولها او حتى لما تعمل هي فعليا بصر عندها فعليا بصر عندها يعني ما بصر هون بالظبط بس هون بشكل عام يعني انه التغير في الطول هو ليش بيساهم في هاي العملية هاي الصورة طبعا انا بلاحظ من هون انها هي وين جاية بالظبط فهاي في الميتافيز اوكي في الاكواتور او الاكواتوريال حتى توبيه هونست يعني طيب مرحلة الاخيرة ويتستيلوفيز حكينا هي opposite la mean لا البروفيز بالتالي ان لو بتذكر البروفيز حكونا بنحكي انه النيكلر النيكلس بتختفي والنيكلر انفيرو بيختفي تمام فهم بدي يصير العكس تمام او وشغل المايكروتيبيول بتختفي لانه فيش بيحاجة لها هلا هي مو مكتوبة هون صراحة بس ان المايكروتيبيول هون تبلش السندرسوم بتطليع المايكروتيبيول بس هي مش مذكورة هون يعني بس اذا بنا نذكر من الجنرال او عفوا من البيولوجي انه المايكروتيبيول تبلش تتكون هون بس يعني نذكرها مش متطرقة لهاي المعلومة طيب هون المايكروتيبيول تبلش تختفي انه انا ما بدي هون كل ستة في كروموسوم في المتحدة الاسباع هون كونطرقة هون كومطرقة لانه انا بعرف في البروفيز الكروماتين تبلش تشكل حالك كوندنس تعا شكل كروموسوم تصطف وتنتظم عشان تصاصر كروماتيلا ولكن في مرحلة التلفاز خلصت العملية كاملة بترجع الوضيحة الطبيعي لا يصرف معاكسة أول شغلة معاكسة للبروفيات الشغلة الثانية برجعة بتشكيل من أول وجديد النيكليولس ريابيرس هنا حكيت النيكلياس أتمنى أنها لم تتحدث النيكلياس أنا أسف إذا حكيت النيكلياس هي النيكليولس النيكليولس السيتوكينيس حكينا أنها أصلا واحدة أصلا واحدة من المحاضرة الماضية تقريبا قبل أن يصبح لدينا two daughter souls two identical أو two identically identical daughter souls بيكون هناك خاتم أو يعني زي إشي عم بعصر أو زي إحزام بيكون عم بعصر هذول الخليتين عم بيقسم إياهم من الممتصف وبس فعليا خلص طبعا هذا الشي بيصر خلال كوزنك أكلي بتشفره بيصر عنا بيصر عنا زي إنا عم بجاعد شغلتين يعني بيقطعهم عنا المنتصف فعليا بشكل لي two daughter souls هون في صوت في الانتحان أكيد يا جماعة الميتوسيز مهم نعرف كل مرحلة وشو الأشياء الرئيسية اللي بتصير فيه ما في تفاصيل السيادة ما في أي إشي غريب عليكم ما في أي إشي جدد عليكم تمام؟ نحكي عن البوست ميتوتك سلس البوست ميتوتك سلس اللي هي ما بعد الميتوسيز هلا في معد الميتوسيز نحكي عن مرحلة اللي نحنا بحكي إنه عبارة عندي سايكل صح السايكل ضلها بتلف بالدور يعني كل مرة بطلع من الميتوسيز ترجع الخلايا من أول بجديد ترجع الخلايا من أول بجديد ترجع تفوت السايكل عشان ترجع تعمل لي ميتوسيز وما إلى ذلك هلا في daughter souls as they continue their own cell cycle عادي في خلايا سترجع مرة تانية تفوت على السايكل وتكمل وتشتغل أول وجديد متبقية على هذا الكلام if they undergo differentiation differentiation and أو or then their cell cycle is arrested يعني إذا الخلايا ما تمايزت لإشي معين يعني ما صارت خلية كذا ما صارت خلية كذا هم بتها إشي تكمل عادي الحياة طبيعية عندها بطلها تعمل recycle 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 بس إذا الخلية ما عايزت لإشي معين صارت عندها differentiation هنحكي عن cell differentiation فيما بعد أو ما بعرف توقع ديكسر حتفته ما بعرف صراحة المهم السل سايكل تبعتي هون حتتوقف يعني خلص في إنا أنا بدي أعمال differentiation معين خلص هون أنا بوقف يعني أنا صارت مثلا خلية عصبية وخلية عضلية وخلية أبصر شو هون حتتوقف خلص هاي بحكي لها اللي هي طبعا هاتتوقف وين في الجي وان تمام؟ بالتالي كل الاكتباشن له هاي الخلية خلص متعلقوا إلى أشعار آخر تمام؟ تمام؟ هاي المرحلة بحكي لها G0 تمام؟ بحكي لها G0 انه أنا هاي الخلية ما نزلت لإشي معين ووقفت في الجي وان وما عرضت ما ما رجعت تعمل أي إشي ووقفت إلى إشعار آخر ما بعرف هل هي هترجع تكمل أو ما هترجع تكمل؟ عندي نوعين من الخلايا على بلانة على ذلك في خلايا فعليا إذا بيجيها حافز معين إذا بيجيها stimulation معين فعليا هذا stimulation ممكن يكون مثل الميتو جينز جينز يعني الإشي أو خلينا نحكي الإشيه يلي سابق للإشيه الأساسي يعني لك كيف كنانا نحكي مثلا فيبرونجين اللي يكون سابق أو هي الإشيه الأساسي يعمليه فايبرز وهو الإشيه الأساسي يكون أصلاً فعال لسه ليش فعال لإعمالي له فايبرز مثلا هون نفس الشي الماتوجينز او حتى شوية من الانواع من الـ growth factors مثلاً اي استيميليش معين بيجيني على الـ liver cells مثلاً اذا اجاني هذا الاشي على الخلايا الكيفيد بالذات مثلاً خليناحكي خلايا الكيفيد فانو الدكتور حكيت عنها هاد الـ استيميليشن اذا اجاني راح تكمل الخلية هون تمشي من الـ G2 phase تكمل السلساكل طبيعي هاد اشي بحكي لها انه هاد الـ liver cells هاد الـ liver cells مش اشي رسمي انه خلص في G0 phase وما هترجع تكمل شغلها لا احادي هتكمل شغلها ولكن تحترية الظروف معينة يعني اذا اجيها حافز اه بتكمل اذا ما اجيها حافز ايها قاعدة لهيك الكبد هو العضوي اللي انا بقدر اخد جزء منه اتبرع فيه تمام عادي انا بقدر اخد جزء من كبدي مثلاً اتبرع فيه للانسان معين ليش انه الكبد عندي انا طبيعة الحال هو كخلايا برجع بعمل نفسه وبيكمل الجزء المتبقي منه خلال فترة قصيرة يعني تمام تمام اه في خلايا اخرى لا يعني تحكي لك انها حتى لو جبت الستيميوليشن حتى لو ابصر شو انا ما برجع كما خلص وقف كل حياته هون وما برجع بصير لها اكتباشن زي شو طبعاً خلايا العضلات المسلسل والنفسل تمام بضعهم طول حياتهم برمين في جي زيرو في ريفر هنضع بنحكي لها تيرمانيلي ديفرنشيات ليش تيرماني تيرمينالي تيرمينال حرفيني النهاية هذا الموضول ان انا خلص ديفرنشيتد الخلايا العصبية المسلسل بتحكي لك انا لا ما بقدر ارجع حتى لو جبت الستيميوليشن انا ما بقدر يعني خلص يبتوقف في هاي المرحلة فبضلها بالجي زيرو على طول حياتها انت كان نيفر رينيو ار ديفايد يعني مستحيل خلص العصابي اذا بتروح ما بترجع يعني مع السلامة النرف سلسل تمام تمام ماذا او حلم كمان نحكي اه اشياء من سناتها لا خلص ساك تمام حكينا عنها هلا نحكي عن اخر شي تقريبا في هاي الامرحلة في هاي المحاضرة مرحلة سلسل سايكل تشكبوينت اول شغل كل خلية عندنا واحد او اتنين لاحقا ما بين جي لالجي 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 لالس هاي ترتكد لي هل الخلية هل الخلية لما تفت علي الاسبال هل هي كلها عندها كل النية الهي عندها هل كل إشي بيحاجر إلوك؟ كيف لما بنا نساب فلنك وعد نعمل تشك إنه أنا معي كل إشي معي جواز سفري معي الفلوس معي تليفوني معي معي أبصر شو نفس الشي هون بتأكد هل إنت معك كل الأكل كل إشي اللي بديك قبل تدخلي على الأسفاز منذ دخلتي مش حرجعك أنا تمام؟ فهي بتأكد إن كل النيتوريشن كل الإشي اللي بيحاجر إلو خلايا عشان صليلها في الأسفاز كله تمام تمام إذا تمام يلو أعبر يا هذا الطريق طيب الشيك بوينت التانية هي ما بين الأس والجي تو تمام؟ ما بين الأس والجي تو هون متأكد إنه هل الخلية صار لها صانية ثز وصارت مثالية أو يعني خلينا نحكي مثالية الكلمة غلط يعني بس إنه هل هي الخلية يعني مناسبة إنها صرت عملي فعليا ما يتوصز وأدخلها على الما يتوصز أو لا؟ آخر الشيك بوينت بنعرفها هي ما بين الجي تو والأم هل هي مناسبة ندخلها؟ لا ما فيه هون صراحة لا غير قليلا ما بين الجي تو والأم يعني إحنا مش 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 مس مهم هذه الجيك بوينت صراحة بس إنه مش مهم هون بس فأس بيتؤكلي من الجي تو والأم هل كله صار ربلي كاتد أو لا يعني آخر الشغلة ما بين عنا الما يتوصز النفس هدوات الما يتوصز في عناicana اسمها متافيز وانتنا فيتشيك بوينت انها فكتنا بنحكي إنه لازم يصير عناها Sex بس قبل إياس عندي المتوف elét мне إلا إلى تأكد هل كلهم أصلاً مصدفين في المنطصف أو لا؟ فاللي بعملي هاد الشيكبوينت اللي هي تشيكبوينت اسمها متافيز متافيز انا فايز تشيكبوينت اوكي؟ اوكي خلينا رجع نحكي هون اول شغلة هاي العملية كلياتها التشيكبوينت تصير من خلالي بروتينات معينة هاي بروتينات معينة شو بحكي لها؟ سايكلين او سايكلين دميديد كاينيزز يعني ويهابتو دفرين تايب تمام؟ تمام هدول بعملوني فاسفل اشي معين وبالتالي بدران علي انا بتأكد اذا ان الخلية صارت او ما صارتitable كله تمام او ما او مش كله مش تمام حكينا فوق مثال على ذلك اللي هو سايكلين دميديد كاينيزnier هذا فعليان بعملي فاسفلر نمينات اللميز تعملي ديساب بيرنج او تميلي ديسربنس في بالنييكلر امفيلو اوصر facets explaining I will help it re this way خلال البروفيز... خلال البروفيز لانو انا ب Falicine irreicole她 فبيكتفي ويعني بصريع لنا Psychyl KELL في السيتو بلازم ثلاثة جيك بوينت جي وان الاس ريستركشن بوينت هاي بتأكد انه كل النيوترينس تمام عشان قبل ان تدخل مهمين شوي هذول يا جماعة دكتورة حكت عنهم يعني مش ان حكت عنهم بشكل عام بس لا حكت كل واحدة مثلا جي وان الاس مثلا انه هاي مهم عشان تأكد النيوترينس كلها تمام انه كل اشي انف للخلية عشان تكون ريدي قبل الدي اني اي ريبليكيشن الجي تو والام ما بين النيوترينس التأكد انوا فعليا صار عنها كمليتر بليكيشن او ما صار عنها وعنها الميتافيز والنوحيس والانافيس تشيك بوينت الميتافيز والانافيس تشيك بوينت تأكد انو صار عنها اي خيريكيشن لالكرموسطن او كل هاتم يصطفوا عشان انا ارجع اقدر اعمليهم انفصال عن بعضهم البعض هذول التشيك بوينت اخير موضوع معنا في المحاضر هو موضوع جميل جدا فإحنا دائما نحكي عشان تدري تعرف ترس باثولوجي بسنة ثانية لازن نكون دارس فسيولوجي منيح في السنة أولى إذا انت بتعرف الطبيعي بتعرف كيف طريقة العمل بتعرف كل إشي لحالك بتقدر تستنبط إيش الأمراض أو إيش هذا المرض تمام؟ فإذا انت بتعرف الطبيعي هتعرف شو هو اللي مش طبيعي فنفس الشي هون إذا احنا بنعرف كيف بصير السل سايكل وكيف بصير كل إشي فيها معناتها رح قدر أفهم إيش الإشي اللي ممكن أخربه فيها بحيث أنه أنا هاي الخلية ما ترجع تعملي وخلص تتوقف وما تصير إنه أشهر إشي في السراطنات إنه هي عبارة عن أندر يعني اللي هي خلية غير متوقفة يعني خلية بظلها بتعملي بتعملي إنقسامات بدون أن توقف ما حدا قاعد الوقف بوجهها يحكي لها وكفي تمام؟ ولكن إذا عندك فهمت هاي السل سايكلة منيح واشتغلت على هذا الأساس فالعلماء شو ها نجو عملونا؟ عملونا أدوية معينة بتشتغلي على هذا الأساس بتفوت على الخلايا بتخرب لي إيش؟ بتخرب لي السل سايكل تبحها بالتاني ما حد ضلها تعملي سل سايكل ما تضلها تعملي معك توسز مثلا أنا بوقف هاي الخلايا اللي هي السراطانية مينلي أنا بعمل هاد الشي على السراطنات مينلي تمام؟ تمام فبالتاني إذا صار أي دامج فيه الدنيا يعني زي ميوتاشن طفرة معينة هاي طفرة معينة مثلا صارت ما دخل الكانسر أو مش كانسر يعني طفرة معينة بشكل عام هاد الشي ما رح يحدد لي إياها الـ G1S Restriction Point حتى كمان خلال الأساس إذا صار عيني مشكلة هناك في الـ Replication رح يحدد لي إياها وكمان حتى في الـ G2M Check Point رح يحدد لي إياها قبل لتدخل الميتوسز أوكي؟ أوكي طيب إذا صار هنا دامج في هاد الـ DNA رح يصار عيني سل سايكل إذا أرستد هون بتوقي بتحس إنه في إشي غلط أوكي طيب ما بقدر أكمل هاي سل سايكل أوكي؟ خبصر عندنا الـ Rested وبطاعت وقت كفاية لهاي الخليل تعمليني ريبير اعمليني ريبير إن شاء الله ستأخذوا في جنتكس كثير ريبير كثير في مكانة يعني طرق معينة عشان بصر عندنا ريبير فعليا تمام تمام حب أحكي شغلة بس مش حب أطول المحاضرة إنه الفيروسات ما عندهم هذا الإشي اللي بظل يتشك على إنه صار عندنا تعديل على الـ DNA أو لا يعني مصر عندنا مثلاً في الـ DNA replication في الفيروسات مثلاً ما بيصير عندهم ما في إشي وراهم بيدقق إنه هل هذا الـ replication أو الـ replication صار تمام ولا لا بالتالي أنا حطلع كثير DNA نص زابط إشي مش زابط فهذا الشي بيعطيني الـ serotypes وأنواع كثير من الفيروسات تمام لأن كل واحدة في منها رزق منها الـ DNA أو ما شي تمام نسخة منه طبق الأصل في منها نسخ من الـ DNA بيصير فيها خطأ وكونهي ما عندها إشي بيدقق ورا هذا الخطأ عم تعطيني نوع جديد من الفيروسات ليس نوع جديد خلينا نحكي أنه نفس الفيروس بس الـ DNA والـ genone طبعه صار إشي جديد مش عارفة بس اذكرت هذا الموضوع فجأة يعني حبيت أحكي فهذا الشي موجود عندنا الإنسان إنه لأ إحنا في عنا كثير طرق بتأكد وضعنا تعمل تشك إنه اه الـ DNA عندي طبعي تمام مش تمام الـ replication ماشي الـ replication ماشي كله أمور طيبة طيب هلا إذا الـ damage can not be corrected إذا أنا ما قدرت أصحكه لأي سباب من الأسباب there are tumor suppressing gene إيش هذا tumor suppressing gene؟ اللي عبارة عن جينات توقف لي عمل التيومر زماني تمام؟ أكتر مشاهلة أكتر مثال عليها B53 إحنا بحكي لـ B53 تمام؟ هذا الـ B53 بيعمل لي إذا هو يطلع أو هو كتير ممتاز فعليا كتير منيح ومن أهم الأشياء فعليا إذا طلع هذا الـ B53 اللي هو عبارة عن tumor suppressing gene إذا طلع هذا الجين معنات رح يروح على الخلية ويحكي لها خلص هو أنت لازم تموتي تمام؟ suicide بصير بيحكي لها أعمة خلص بدك تموت يعني بدك تموت هذه الخلية بدها تموت تمام؟ رح يروح that will be activated and directs the activities into suicide رح يروح زيك أنه هو الليدر على هذه الخلية فبرح بوصلها يعني بطريق معينة أنه نهاية هذا الطريق اللي رح تمشي هذه الخلية نهى الموت خلص، رح سعي لنا suicide لها الخلية هاد الشي شو بحكي له apoptosis apoptosis هاي الكلمة كثير مهمة كثير في الباثولوجي تمام؟ apoptosis هو الموت الخلية المبرمج أنه أنا الخلية تفرز إشي معين أو بتطلع إشي معين secretive الإشي معين اللي هو هذا الجين mainly B53 هذا الجين بيقودها إلى مرحلة apoptosis يعني في نهاية هذا المطاف هاي الخلية رح تموت نحكي له program cell death الموت المبرمج للخلايا اوكي؟ اوكي إذا صار عندنا نكروسي صار عندنا أي إشي بيخلي الخلية تموت او خلص الخلية فيش إشي داعي لإلها بال يعني خلص الخلية خربت الإشي اللي هيعملي لها apoptosis هو B53 من أمثل على هاي الجينز اوكي؟ اوكي طيب هاد ال B53 is the of the genes community mutated in the cancer cells للأسف الشديد أنه يتصار عندنا خلايا cancer واحد من أهم الطرق الكانسر عشان ندافع عن حالها او عشان ما حدا يوقفها بتروح بأسطن تضرب اللي B53 وبتحكي لي الله ما فيه تشتغل اوكي؟ بالتالي أنا خلايا يشو ما فيه إشي عندها يعني حتى لو أنا عرفت أن الخلية عندي أصلا فيه إشي عندها غلط واجت عم نثل وريبير وما زبط وبدا تيجي تطليع ال B53 أصلا ال B53 لربط لي هاي الخلايا السرطانية تمام؟ هاد الشي مشكلة كثير كبيرة بالتالي ما حيكون عندي Supervision over to DNA damage بالتالي حيط لها تنقسم هاي الخلايا بدون أي حدا بيحكي لها وكفي وهاي مشكلة انقسام الخلايا المبالغ فيه لا هاي cancer cells هاد الشي سيء تمام؟ تمام اوكي بداية على فهمنا لهذا الموضوع ممكن أشتغل على كثير أشياء أدوية بتطليع لي نتيجتها إنها تبنالي هاي السلسائك الكلياتها تمام؟ أول شغلة فيه عندنا الكوليشيسين والفينيكريستن هذول أخذوهم بالفارماكوليجي إن شاء الله نهاية السنة يعني ع سنة ثانية إن شاء الله هذول الفينيكريستن بالذات حنا حبيت أجيب هاي الصورة حبيت أخذه بالمحوضر بشي لطيف الفينيكريستن أصلا هو أصل نباتي تمام؟ جاي من وردة اسمها فينكاروزيا هي فينيكريستن فتحسنوا الاسم منطقي يعني فينيكريستن جاي من هاي الوردة سرح بتحط صورتها هيك بكسر جموده المحاضرة شوي في الآخرة بالآخرة الفينيكريستن وعنا الكوليشيسين فذول اتنين انهبت المايكروتوبيول فورميشن إذا أنا أصلا بالأساس ما عندي مايكروتوبيول معانتها ما فيه إش رح يفصلي المايكروتوبيول ما فيه إش رح يفصلي الكروماتيد عن بعضها إذا ما صار عندي سيبيريشن معانتها ما رح يصار عندي انقسام الخلية بالتالي خربت كل السرطاكل هوا تمام تمام فينا الميثل تركسيت وهذا يعني من أشع الأدوية بالحياة فعليين الميثل تركسيت الميثل تركسيت بيعملي بريفنشن لا البيورينز اللي هم الاغ بس هو في عين بيشتغل طريقة مختلفة بس يعني لو بدي أجي أدرجها حتكون ضمن البريفنشن لا البيورينز يعني بس هو بيشتغل على الفوليك أسد يعني مش إشي حتعرقوها لا يعني مش ضروري الميثل تركسيت فعليا بنعالج فيه أشياء تانية يعني كوني رجعت المحاضرة تبعي تسين الماضي الثلاث هدول الأدوية حب أحكيهم متركسيت بيعالج السرطنات وحتى الروماتزم الناس عندهم روماتزم ممكن يعطوهم متركسيت بجراعات معينة حتى الناس اللي عندهم صدفية الناس اللي عندهم صدفية شديدة جدا هتاخدوها إن شاء الله في السنين الجاية أنه هيعطوهم متركسيت بجراعات معينة إذا كان صدفية عندهم سيئة جدا 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 تمام تمام يعني هاي من الأشياء الأدوية استخدامات الأدوية الكانسر غريبة دوعا ما بتحسوها آخر نوع اللي هو الدواء اللي هي فافي فلوري يرسل فعليا بريفينس الفورميشن أو بيرامدين تمام واحد يعني إذا واحد ممكن يجي السؤال هون في الامتحان بيحكيليك الدواء مثلا مثل تريكسيت بيروح مع البيورين ولا بيرامدين لأ لازم نحفظ إنه مين المع بيرامدين مين مع البيورين أوكي؟ هذول الاثنين بوث ديس دراجز ديس ربت السفايز بيخرب الاسفايز لأن الدياني اي تبحها مش تمام وقواعد اليتروجين عندي مش تمام بايورفينتك دياني اي ربليكيشن تمام؟ هيك بنكون خلصنا المحاضرة يعطيكم ألف عافية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نحكد